أحياناً أولاد العالم زي ما قال عنهم السيد المسيح أحكم من أبناء الملكوت في جيلهم ابن العالم يثق أذكر كده في قصة جميلة وقعية يعني فكان داخل أبونا بشو كامل الكنيسة فليقي واحدة ست ومعها بيبي صغير وأخذت من زيت ماري جيرجس ورشمت بيه يعني وش البيبي وبعدين قالت له أبونا صليلي فصلر وبعدين هو ماشي قال لها لو تعبتي في أي وقت كنيسة مفتوحة تعالي ورشمي ابنك أو أنا رشمهولك فبصت له كده قالت له أبونا تفتكر بعد ما نجيت وطلبت من ربنا أنه يشتغل ومن ماري جيرجس ودهن ابني بالزيت لسه هحترق جاعدك جاعداني أنا واسق إن ربنا حيش فيه وهو مثلا أبونا بشوي ببركته ويعني حياته المقدسة لكن هذه الغير مؤمنة أمنت إن الزيت اللي هتاخده من الكنيسة وترشم بيه ابنها هيشفيلها ابنها وأذكر كاهن تاني كان جاية واحدة فقيرة جدا في الكنيسة عندنا وغلبانة بتاخد يعني كل شهر معونة من الكنيسة وجاي بعيل يعني شبه بيموت فراحت للكاهنة قالت له عميده لحسن يموت لازم عايز عميده قال لها حاطر فراح حط يده كده في المياه قالت له بتعمل إيه قال لها هياخد مياه وهعميده لأن ده تعبان قوي ممنوع أنزله في المياه قالت له بقولك عميده قال لها منح عميده بالمياه قالت له لا رطس رطسه قال لها أخاف يموته هو بيرطس قالت له أنا واثقه أنا مش حيموت هي المعمودية دي اللي هتعيشه فالمهمة إيه حسب إيمان هذه الست أخد البيبي بالعافي كده في إيديه وهو نزله عميده وطلعه بالليل جات له لقيته في الكنيسة في اجتماع قالت له أبونا ما تذكرني قال لها لا أنت مين قالت له اللي أنت عمدت البيبي بتاعي الصب قال لها وأخبره إيه قالت له أول ما وصلت البيت كل حاجة أنه مرفوش حاجة بيزيل فل أحبائي كثيراً حتى من غير المؤمنين يقدروا يكون عندهم إيمان أكتر مننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة